اشتركوا في القناة تالي للقرآن والقرآن يلعنه وهذا ليصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسؤل سمحة الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا كيف يلعن القرآن قارئه ولنذا فأجاب رحمه الله في مجموع فتوى قال لا أعلم صحة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حاجة إلى تفسيره ثم قال رحمه الله لو كان صحيحا أو لو صحا لكان المعنى أن في القرآن ما يقضيه ذمه ولعنه لكونه يقرأ القرآن ويخالف أوامره أو يرتكب نواهي يقرأ كتاب الله وفي كتاب الله ما يقضي سبه وسب أمثاله لأنه خالفوا الأوامر وارتكبوا النواهي وأيضا جاء عن الحسن قوله يمر على قول ربنا عز وجل الآلى لعنة الله على الظالمين وهو من أظلمين وهو من أظلم النفس إذن الحاصل أن هذا ليصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما خلالك أنه يروى عن عن أنس بن مالك كما ذكره صاحب الإحياء الإمام الغزالي رحمه الله هذا والله أعلى وعلى الله عليه الصلاة والسلام وخذ دعوانا عن الحمد الأغرب وعلى الله عليه الصلاة والسلام